لو حضرتك بتحب تاكل البلط ردة مقفول يبقى تصلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولازم تختار البلط بطنه سمينة او مبطرخة يعني بطنه فيها دهن وتسحب منها المرارة وعقدة الدم اللي موجودة في اخر الخيشن بيحترافية ويتشو على الشواية بالشكل ده كده يتصمر من جميع الاتجاهات ويدخل الفرن خمسة ويطلع وهنا الجنبري واللي استكوزة الحتة بتاعتنا الحلوة سواء هتاكل البلط ردة مقفول او محشي بالخلطة يبقى لازم تعمله السقية الخفيفة دي زي ايه توم وملح مغلف مية ياخد غالوة كده لمدة 7-8 دقايق ويطلع تحط عليه اللمون والشطة والكمون وتسقي البلط بعد ما يتشوي ويطلع من النار يدخن قدام حضرتك كده والسقية سخنة والبلط سخت تبقى الحكاية في منتهى الجمال والروعة البلط طبعا عندنا الازرق والابيض الجليلي والبلط الزيلي والنيلي والمزارع ايه قال له ايه الحكاية وانه افضل ونعرف ده ازاي الافضل طبعا اللي بتغزى على مخلوقات ربنا والطبيعة اللي هو النيلي اما تعرف النيلي من المزارع ازاي لما بنضغط على بطن السمكية وتطلع حاجة صفرة يبقى ده مزارع من العليقة ولما يكون حجم السمك اللي موجود قدام حضرتك واحد يبقى ده مزارع عشان ينزارع مرة واحدة وتطلع مرة واحدة اما النيلي لما بنضغط على بطن السمكية ده يا كده وتطلع ايه لون اخضر او لون اصمر يبقى ده ايه النيلي وانه افضل يا عم رضا والله الافضل ما يصره الله لك ولكن النيلي طبعا عشان تغزى على الطبيعة بتبقى الحكاية حلوة مدام شوينها بحب وباحترافية وكل حاجة حلوة حتشوفوها على قناتكم المفضلة قناة الشيف رضا شعبان فودا اللي دايما تدعموها بلايك كده ومشاركة الفيديو واللي مشتركش فيها يتابعني ان شاء الله عشان يشوف الافضل هنا رشة الملح والكمون اهو وشوية البقدونس اللي ما بفرقناش دايما مع السمك ولو فيكو صبرة وشبت ماشي وعشان مش كل الناس هتقدر تطلع المرارة افتحوا بطن السمكية يا جماعة سمكة البلطي وحشوها توم وكمون وملح وشوية خلطة فلفل طماطم بصل الموجود هيطلع معاكو حكاية افضل